اشتركوا في القناة مخفضا جويا سطحيا متوسطيا ينفذ عدة دورانات هنا في جزيرة قبرص دون أن يتعمق في أجواء بلاد الشام ويعود ذلك لوجود امتدادات المرتفع الجوي السيبيري الذي يشغل أجزاء واسعة من جنوب روسيا في الحقيقة هذا المرتفع الجوي السيبيري سيصل حتى مناطق السواحل في بلاد الشام يمنع المخفضات الجوية المتوجدة هنا في أجواء البحر البيض المتوسط من التعمق في أجواء مناطق بلاد الشام وكما تلاحظون ستنفذ عدة دورانات دون التعمق في أجواء مناطق بلاد الشام في الحقيقة هذا التوقع سيجعل الهطولات المطرية خاصة في مناطق شمال غربي بلاد والسواحل والوسط في حين للأسف تبقى مناطق الجزيرة والبادية بمنع عن هذه التأثيرات مع ساعات صباح الثلاثة نلاحظ أن المتفع الجوي السيبيري سيعود إحتى المناطق القوقاز مع أجزاء واسعة من شرق المتوسط ويغلق هنا جبهة البلقان في وجه المخفضات الجوية كما تلاحظون في اللون الأزرق هنا فإن هذه المخفضات كلها مخفضات جوية فعالة قوية تنتظر أي فرصة سانحة لضعف السيبيري والدخول باتجاه مناطق بلاد الشام لكن للأسف ستبقى منظومة مرتفعة الجوي السيبيري مسيطرة خلال نهاية الأسبوع من المتوقعين حسرا منتصف الأسبوع القادم لتعود المخفضات الجوية وتسلك كما تلاحظون هنا شمال ليبيا سلوك البحر الأبيض المتوسط وباتجاه مناطق بلاد الشام بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحديد تطورات غلاف الجوي نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون التقس على عموم مناطق دمشق والقنيطرة ودرعة وحتى مناطق السويداء غائما إلى غائما جزئيا مع فرص ضعيفة لزخات متفرقة من المطار الليلة وحتى صباح منتصف الأسبوع صباح الثلاثاء تحول التقس إلى مشمس وتنتشر بعض الصحب المتفرقة من وقت لآخر مع رياح مستقرة ودرجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بمشيئة الله تعالى بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا الأحد مع فرص زخات متفرقة من المطار على أجزاء ضيقة هنا من الرقة وأجزاء ضيقة من الحسكة بعد ذلك يتحول التقس إلى مشمس مستقر النهار مع فترات من الضباب الصباحي على الأودية والمخافضات وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع حركة رياح مستقرة بمشيئة الله تعالى أما فيما يتعلق بتقس ناطق الشمالية الغربية والساحلية وعموم مناطق الوسط فيكون التقس غائما ماطرا خلال ساعات الليل على السواحل هنا وأجزاء من مناطق إدلبة وحلب يتحول إلى غائم كليا النهار الأحد وتتجدد الفعالية الجوية الماطرة مع ساعات مساء الأحد على شمال غرب البلاد ووسطها ليكون التقس ماطرا حتى ساعات مساء الاثنين يتشكل الضباب خلال صباحات الثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة على شمال غرب البلاد وأجزاء من وسط البلاد وتميل الأجواء لأن تكون مستقرة مع راضي الصحب المتفرقة بمشيئة الله تعالى ننتقل الآن إلى تفاصيل تقسي إدلبة وحلبة وعموم المناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء غائمة مع فرص أمطار متفرقة تشهد درجات الحرارة تفاعا طفيفا لتسجل إحدى عشرة درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى ست درجات مئوية تهب الرياح الشرقية بسرعة ضايفة نسبيا عند عشرة كيلو مترات في الساعة الاثنين تقسون غائم ماطر على فترات تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف لتسجل عشرة درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى ست درجات مئوية تهب الرياح الشرقية بسرعة ضايفة نسبيا عند عشرة كيلو مترات في الساعة يكون الطقس غائما جزئيا نهارا ترتفع درجات الحرارة لتسجل 13 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 4 درجات مئوية تهب الرياح الشرقية بسرعة ضيفة نسبيا عند 5 كم في الساعة الأربعاء طقس غائما جزئيا مع احتمال تشكل الضباب الصراحي فوق الأودية والمخفضات تسجل درجات حرارة طفيفة لتلامس 14 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 3 درجات مئوية تهب الرياح الشرقية بسرعة ضيفة نسبيا عند 5 كم في الساعة الخميس أجواء قائمة جزئيا نهارا مع فترات من الضباب الصراحي تسجل درجات الحرارة طفيفة لتلامس 15 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى درجتين مئويتين تهب الرياح الشرقية بسرعة ضيفة نسبيا عند 5 كم في الساعة الجمعة تقصون غائما جزئيا مع فرص ضباب صباحي تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف لتلامس 14 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى درجتين مئويتين تهب الرياح الشرقية بسرعة ضيفة نسبيا عند 10 كم في الساعة الساب تقصون غائما جزئيا ومستقر تسجل درجات الحرارة طفيفة لتلامس 15 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 3 درجة مئوية تهب الرياح الشرقية بسرعات ضعيفة نسبيا عند 15 كم في الساعة أستاذ المتابعين ننتقل الآن إلى خريطة تظهر توزع الهطولات المطرية وتلاكمها على المناطق خلال هذا المخفض وحتى ساعة صباح الثلاثة كما تلاحظون معي وكما ذكرنا فإن هنا مناطق الجزيرة تبقى باللون الأويض واللون الأزرق الضعيف مع مناطق البادية ومناطق جنوب البلاد إذن هطولات مطرية نادرة إلى ضعيفة لكن اللون الأصفر والذي يشغل حيزا مع اللون الأخضر من إدلبة وأجزاء من حلبة وهنا مناطق وسط البلاد يشير إلى هطولات مطرية متوسطة الغزيرة إلى غزيرة في حين تبقى المناطق الساحلية باللون الأزرق بالهطولات المطرية الغزيرة وكما تلاحظون هنا باللون البنفسجي فإن معظم الهطولات المطرية ستتفرخ في البحر الأبيض المتوسط نظر لتواجه المتفع الجوي السيبري الذي يمنع هذا المخفض من التعمق في أجواء المنطقة والله أعلم أستاذة المتابعين كانت هذه أهم مميزات تقصي الأسبوع الثالث من كانون الثاني من استديوهاتنا في إدلب كان معكم في العدد والتقديم المهندس ناس الرحمون أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة